أهلا بكم مشاهد نكران في جولة جديدة من جولات صحافة حول العالم والذي نبدأها مما نشرته مجلة نيوزويك في تقرير لها بقلم ماندي طاهري نقل فيه تحذير مسؤولون أمريكيون من تفاقم المجاعة التي تسببت فيها الحرب المستمرة في السودان وأنها قد تكون في طريقها لتصبح المجاعة الأكثر فتكا منذ ما يزيد عن عقد من الزمان وفي التفاصيل ذكر الكاتب أن الحرب الأهلية المستمرة منذ 16 شهرا في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع كانت لها آثار إنسانية مدمرة فقد نسح بسببها ما يقرب من 10 ملايين شخص داخليا على الأقل وقتل ما يزيد عن 14 ألف شخص وفقا لما ذكرته الأمم المتحدة وحددت لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن ما لا يقل عن 20% من الأسر تعاني من نقص حاد في الغذاء ويعاني ما لا يقل عن 30% من الأطفال من سوء التغذية الحاد ويتجاوز معدل الوافيات اليومي شخصين لكل عشرة آلاف شخص وكتبت اللجنة في تقريرها الذي نشرته حديثا أن العوامل الرئيسية وراء المجاعة في مخيم زمزم كمثال هي الصراع وانعدام وصول العون الإنساني لأن الفصائل المتقاتلة منعت دخول الغذاء وغيره من المساعدات الإنسانية إلى المخيم وقالت سامانثا باور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في بيان إن هذه المجاعة من صنع الإنسان بالكامل بدعم من رعاة خارجيين حيث يستخدم التجويع كسلاح حرب ويمنع أو أيضا يمنع دخول الغذاء ووصول المكملات الغذائية الطارئة المنقذة للحياة إلى المحتاجين في السودان وأشارت المجلة إلى أن حجم الجوع في البلاد أصبح هائلا بشكل كبير وتقدر الأمم المتحدة أن حوالي 25.5 مليون شخص يشكلون أكثر من نصف سكان السودان يواجهون حالة من الجوع الحاد والشديد منهم أكثر من 755 ألف شخص على شفى المجاعة المحتمة شكرا 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 شكرا